خلونا في البداية نروح لدينا ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والتقس في القاهرة والمحافظات يا دينا صباح الخير صباح الخير يا شادلي صباح الخير يا جمانا صباح الساعدة والتفاعل على كل المصيرين في كل مكان ونتمنى أن كل يوم يكون أحلى من يوم اللي قبله صباح الخير يا دي صباح النور خلونا دلوقتي نستعرض مع حضرتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هنبدأ معاكم جولتنا من محافظة القاهرة وشارع رمسيس اللي بيشهد كثفات مرورية ودلوقتي وصل لحد ميدان العباسية هنفضل ماشي لحد تقاطع شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو في كثفات نسبية هنروح عند كبري الجلاء هنلاقي في سيولة مرية مكملة لحد طريق العروبة عند كبري المطار في كثفات نسبية هتبدأ تختفي وإحنا على طريق المطار وعند كبري الحضائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري كذلك الأمر أعلى كبري المطارية القادم من الكابلات كورنيش النيل اللي جاي من المضالات في كثفات مرية بسيطة متحركة ومستمرة لحد وسط البلد وكمان بتظهر كثفات على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد ومن أثر النبي حتى القصر العيني ونروح معاكم للجيزة وتحديدا من شارع الهرم الرئيسي اللي بيشهد أيضا تباطئ في حركة السيارات ده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوتية وفي المنطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية ظهرت كمان بعض الكثفات في منطقة مشعل وكثفات من شارع العشرين والحد الطلبية وفي كثفات المتجهة من كبرئ الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين نروح معاكم محافظة المينيا وفي سيولة مررية في عدد كبير من الطرق ولو ميشينا على طريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لها محافظة المينيا هنلاقي أن في سيولة مرية طريق الشيخ فضل في سيولة مرية على طول الطريق معدى بعض الكثفات البسيطة أما طريق المينيا مغاغة ففي بعض الكثفات البسيطة الغير مؤثرة أما طريق الصحراوي الشرقي ففي كثفات مررية بسيطة نكمل جولتنا ونروح محافظة الشرقية وطريق الزقذيق مني الأمح في سيولة مرية أما الحالة داخل مدينة الزقذيق فيها كثفات مررية بسيطة في طريق المحافظة الجمعة كمان في سيولة مرية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد لدرب نجم أما طريق أبو حمد للإسماعيلية ماشي بشكل كويس معادة بعض الكثفات في مداخل بعض المدن ده بسبب تنظيم المرور ومن جولتنا في شوارع مصر ومحافظات مصر مختلفة تعالوا نخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة النهارة على قهر الكبرى والوجه البحري والسواحي الإشمالية في شبورة مائية الصبح بتكون كثيفة أحيانا بتصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق فيه كمان فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القهر الكبرى فرص أمطار خفيفة على خليج السويس وأمطار خفيفة إلى المتوسطة بتكون رعضية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31 وأعلى درجة الحرارة هتكون في أسوان 37 وأقل درجة حرارة في كاترين 25 درجة هنتابع مع حضراتكم التقصي بالتفصيل لكن بعد شوية لكن خلوني أرجع مرة تانية لجمعنا وشازلي عشان نبدأ معكم فقرات سبع آخرية مصر شكرا لك أديم شكرا